سورة الإسراء في الآية التالية مباشرة بعد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تأتي قصة بني إسرائيل بشكل مباشر فهل هناك ربط مباشر بين قضية الإسراء وبني إسرائيل في الوقت الذي لم يكن هناك يهود في الأقصى بالحجم الكبير حينما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وكانت تخضع لسيطرة المسيحيين في ذلك الوقت لا هو في ذلك الوقت لم يكن هناك يهود لا بالحجم الكبير ولا بالحجم الصغير لأن اليهود حينما ضربهم الرومان ضربتهم القاصمة سنة 1935 ميلادية لم يبقوا لهم من باقية لم يبقوا يهوديا واحدا في القدس فالقدس أخليت منهم تماما وحينما فتحها المسلمون سنة 18 هجرية واشترط البطريرك القدس في ذلك الوقت صفر نيوس أن يسلم مفاتيح المدينة لخليفة المسلمين لم يقبل أن يسلمها للقواد لأبي عبيدة أو لخالد أو لأحد من عمر بن العاص لا إنما قال أسلمها لأميركم أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأرسلوا إلى سيدنا عمر ليحضر بنفسه وحضر في رحلة تاريخية شهيرة ومثيرة إلى القدس وتسلم مفاتيح المدينة من الرب وكتب لهم معاهدة أو اتفاقية أو عهدا أو عهدا أحيانا يسمى العهدا العمرية عهد يعني لأهل إيلياء كانت تسمى أيضا إيلياء كتب لهم عهدا يعني يؤمنهم فيها على معابدهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وعلى حرماتهم وعلى مشاعرهم وعلى شعائرهم وعلى كل ما يحرصون عليه وكان من ضمن هذه العهدة بندي يقول ألا يساكنهم فيها يهود هذا من الشروط الأساسية من الشروط التي معهم نعم وهكذا ظلت يعني عدة قرون ثم بدأوا يتسللون نعم إليها بعد بعد